أعلنت بلدية الكويت عن رفع 330 طن من المخلفات الزراعية بالاستعانة بمعدات واليات إدارة النظافة بمحافظة الأحمد، وذلك خلال حملة تنظيف واسعة في الوفرة الزراعية واتخاذ إجراءات بحق المخالفين. وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمد بالتكليف ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف لمطيري، إنه تم أيضاً رفع عشر سيارات مهملة وثمانية فوتراك وتحرير تسعة محاضر إشغالات الطرق خلال الحملة. وأضف لمطيري أن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة هو رصد المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع البوسترات التوعوية من قبل الفريق الرقبي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري، مؤكداً عدم التهون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق. أخوكم محمد عويضة بطحاني، رئيس قسم مراكز النظافة محافظة الأحمدي. اليوم عندنا حملة ديرتنا تستاهل من قبل مدير عامة البلدية مهندس سعود الدبوس. اليوم شوفت عينكم هذه النفايات متواجدة عندنا من زارعة وفرة ومجتهدين برفعها الحين ورفع مستوى النظافة في الوفرة. والله يعطيكم العافية. حنا يعني نبي من المواطنين والمقمين نفسهم. يعني الاهتمام فهذا التلوث البصري اللي يقولون عنه. هذا التلوث، هذا وباء. حنا نبيكم وتساعدون يعني الحاويات التجارية، يعني المناطق التجارية اللي حنا فيها. نرجو يعني منكم تزويد الحاويات. معاكم وخوكم جمال الضاوي مراغب النظافة في محافظة الأحمدي. اليوم استكمالاً لحملة ديرتنا تستاهل قامت بلدية الوفرة برفع السيارات المهملة ورفع سيارات الفودترك الغير مرخصة مع الباع المتجولين ومتابعة نظافة النفايات الزراعية في منطقة الوفرة. معاكم من فتشة دلال العون من بلدية محافظة الأحمدي. حالياً متواجدين بالوفرة الزراعية. نقوم بجولة ميدانية لرفع بعض الفودترك للمخالفين. تم تحرير بعض المخالفات الفودترك والباع المتجولين. وإن شاء الله مستمرين في الحملة ولكويت استاهل. معاكم مفتشة شوق العجمي من بلدية محافظة الأحمدي. قمنا اليوم بإزالة بعض من المخالفات النفايات. وقمنا بتحرير بعض من المخالفات الفودترك باع المتجولين. وإن شاء الله مستمرين معاكم بحملة الكويت تستاهل. معاكم خالد الهبدان قسم الباع المتجولين محافظة الأحمدي. حالياً متواجدين في جولة في منطقة الوفرة الزراعية. لوجود مخالفات في الباع المتجولين والسيارات المتنقلة. الغير مرخصة. طبعاً حالياً نقوم برفع السيارات المخالفة وإرسالها إلى حجز موقع البلدية. طبعاً نحن في حملة كويت تستاهل. معاكم المفتشة دهال الحمر. حالياً نحن بالوفرة الزراعية. طبعاً مثل ما أنتم شايفين قاعد نخالف ونزيل بعض من التركات المخالفة بالقانون. نحن مستمرين بحملة كويت تستاهل.